نعم نتواجد اليوم هنا في محافظة فيفا بمناسبة الحديث عن البن هنا في المحافظات الجبلية في منطقة جيازان تشتهر هذه المحافظات بإنتاج أفضل أنواع البن وأجوده البن الخولاني هنا كهوة الضيف مرحب الضيف إذا تحدثنا عن الاستثمار أيضا تواصلا في هذا الموضوع هنا مبادرات جميلة وعديدة في المحافظات الجبلية لدعم زراعة البن للاستثمار أقبل المواطنون هنا في المحافظات الجبلية في جيازان في محافظة الدائر محافظة فيفا محافظة العيدابي العباد الحر العودة لهذه الزراعة القديمة هنا نعود لموضوعنا أخي عبدالإله سارة فريق هاكينز السعودية اليوم ينفذ برنامج وجولة هنا في محافظة فيفا نلتقي بهذا الفريق نتعرف منه أكثر على هذا المسار والبرنامج اللي ينفذ اليوم هنا معنا مدير هاكينغ السعودية في فيفا علي العبدالي رحبك معنا على قناة الإخبارية وودنا تطلعنا عن هذا المسار حياكم الله طبعا علي أحمد العبدالي مدير هاكينغ السعودية منطقة الجازان بالتعاون مع مدراء هاكينغ السعودية في جميع أنحاء المملكة نتعاون في مسح المسارات وجدولتها فاليوم لدينا مدير هاكينغ عسير ومدير هاكينغ القصيم لمسح مصار بيئتنا مسؤوليتنا في فيفا وجدولته والحمد لله ماشينا من المصار يمكن ستة كيلو باقي حوالي ثاتة كيلو ونختم المصار إن شاء الله جميل لكم برامج متعددة هنا في فيفا تنفذون قبل أسبوع شاهدنا لكم أيضا برنامج تم تنفيذه في أحد الأودية الجميلة والرائعة هنا في فيفا تحدثنا عن هذا المصار أيضا كان صور الشلالات وأيضا البحيرات والعيون اللي تتواجد في هذا الوادي مبهرة نحن من مهام الهايكينغ السعودية هو كشف خبايا الطبيعة وتسليط الأضواء على المناطق البكر التي لم يصلها الإنسان قبل أو إنها مهملة طبعا فيفا غنية بالمصارات لأنها كانت قديما تسلك طرق ومؤسسينها الآباء والأجداد للتنقل فنحن في هاكينغ السعودية نحيي هذه المصارات ونعيد تأهلها وندعو أزوار لزيارتها ونطلعهم على أماكن البكر أماكن الجميلة الأجار النادرة طبعا من أهداف الهايكينغ السعودية نحرص على تأمين ثلاث محاور في الهايكينغ واللي هي السياحة والثقافة والرياض لا تترك أثرا هي أيضا من المبادرات الجميلة الهايكينغ السعودية أيضا شاهدنا في المبادرة السابقة تم تأمين شتلات لأعضاء الفريق وزرعها على طول هذا المصار تحدثنا عن ذلك نعم هي بادرة من أحد أعضاء الكسعودية وهو ناجل عبدلي أمن أكثر مئة وخمسين شتلة من المورينغا ومن القشطة التي نسميها محلين السرارة لزراعتها على ذلك المصار وهو مسار كان تسلكه القوافل من التجمع التجاري الذي كان يجمع وهو عيبان الذي يجمع مدن أو يجمع تجار الجبال مع تجار التهامة لتقايض الموادهم الضرورية علي العبدلي مديرهاي كينغ السعودية في منطقة زيازان شكرا لك وجهود موفقة إن شاء الله أيضا نأخذ مديرهاي كينغ السعودية في منطقة عصير صالح كدح نرحب بك معنا على شاشة كناة الإخبارية وودنا تحدثنا عن جماليات هذا المسار اليوم نعرف أنه مسار طويل ووعر حدثنا عن هذا المسار بسم الله الرحمن الرحيم بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم كان جميل زي ما تشوف بدأنا في المسار من الساعة السابعة صباحا ولا زننا وباقي ثلاثة كيلو من المسار إن شاء الله يكون مسار جميل للجميع من هيكينغ مناطق المملكة العربية السعودية للحضور والمشي فيه واللي جاينا من دول الخليج وودنا تحدثنا نشاهدك في جميع الفعاليات لهايكينغ السعودية في جميع مناطق المملكة مشارك وحاضر ومتفاعل ماذا تقول لمن يرغب استفادة من هذه الرياضة والانضمام لفريق هايكينغ السعودية المشي نعرف فوائد المشي لكن هل هناك إقبال على الانضمام لعضوية فريق هايكينغ السعودية هايكينغ السعودية تم تأسيسه بنشاط من المؤسس والان نحن نسعى لجلب عداد كبيرة من شباب المملكة لننخراط في هذا المشروع الجبار الجميل للاستقبال السواح في الوقت القريب يعطيك العافية شكرا لك أيضا معنا مساعد الحربي مدير هايكينغ السعودية في منطقة القصيم يتواجد معنا اليوم هنا في فيفا أيضا أودنا تحدثنا عن مشاركتك اليوم ورحلتك من القصيم ووصولك هنا إلى فيفا والله نحن متعودين أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين نحن متعودين بهايكينغ السعودية وليها التعاون بين أفراد المجموعات فأجيت من القصيم لكي نستفتحها ونمسح هذه المسارات وجتها مسارات متازة جدا وليما يمشي المسارات هذه في فيفا على قدميه لم يستمتع بالمناظر نعم أنت من مستكشفي الكهوف كما عرفت منك أود أن تحدثني عن المواقع التي شاهدتها خلال مشاركتك في هيكينغ السعودية على مستوى المملكة المناطق الجميلة الكهوف التي زرتها والتي تحدث معالم سياحية أطول كهف زرتها في هيكينغ السعودية في حرة خيبر يبلغ طول حوالي ثلاثة كيلو في باطن العرض وزرت عدة كهوف زرت ثلاثة عشر كهف منطقة ما بين الخرج والرياض والأحساء ومنطقة الحرات تربا خيبر فعندنا كنوز طبيعية ولكن هي الآن وزرت كذلك أكبر فوها بركانية بالوطن العربي اللي هي الوعابة نعم فلو تكلمنا لو استرسلنا في هذا الحديث يأخذ الوقت طويل ولكن رؤوسك لا الله يحفر إذن عبدالإله سارة كانت هذه لمحة عن برنامج هيكينغ السعودية هنا في محافظة فيفا اللي ينفذ اليوم ضمن سلسلة العديد من البرامج والفعاليات اللي ينفذها هيكينغ السعودية على مستوى المملكة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك عبدالله الفيفية